موسيقى ما حدا بيغير لمطرحة غير البروفيسور فيار الجميل ضيفنا بلقاءنا الأخير لليوم السبت اختصاص الجراحة عظم ومفاصل وعمود فقري أهلا وسهلا فيك بروفيسور واليوم موضوعنا عن أجواء المشاكل والأوجاع التي تنتج عن العمود الفقري أسبابها مثل دايما العلاجات المتوفرة لا تفادي الجراحة واليوم صارنا عم نمشي بين النقط وهذا الشي اللي عم لحظه معك بتقلي العلاجات المتوفرة لأن في علاجات صارت غير موجودة وإذا كانت موجودة مكلفة جدا فعم نمشي بين النقط لنشوف العلاجات المتوفرة لنقدر نقدم هالمساعدة للناس فتشكر عليها. بروفيسور خلينا أعطيك هيك فيدباك للقاء الأحد الماضي كتير ناس تفاعلت بقصة أوجاع الرقبة وعطيت رقمك كتير لأشخاص على المسنجر على السوشيل ميديا توصلوا معي لأن الحالات اللي عطينا عنها إجزامبلات كأننا دقت فيهم أو كأنك عم بتشرح حالتهم فإن شاء الله يعني نكون عم نقدر نقدم إن شاء الله نكون عم نقدر نبعد نوصلها الرسالة الرسالة اللي هي كتير مهمة حتى التوعية وأكيد والوقاية توعية ووقاية دلنا أولا الشغلتين كتير مهمين حتى الناس ما تعزب تبرم تفتل تفتل بأرضة ويجي إلك سنة و سنتين و سنتين و سنتين موجوع وما أعرفش عندي مشكلة هيدا الأهم شيء هيدا رسالتنا كأطباء مفروض تكون طيب بروفيسور يعني مشاكل الرقبة وأوجاعة والقصص اللي ناتجي عنا بتنطبق على نفس الشيء كمان العمود الفقري عنده نفس ردات الفاعل نفس الأوجاع نفس العوارض أكيد أنه فيها تكون تابع لزيزة المشكلة أنه هيدا تباصل بين الرقبة يلي هو العمود الفقري بباليش من كعب الجمجمي للعص لتحت بس أنا هلا بنتحكي أكتر شيء عن أوجاة العمود الفقري اللي بتباليش من كعب الرقبة يلي هي الدورسال يلي هي التوراسيك واللمبر هيدا العمود الفقري من فوق لتحت الأوجاعة اللي بتكون عنده مش بس أوجاعة عند الناس الكبار بالعمر عامل فنتنظر أنه فيها تباليش بعمر صغار يجيني ولد مثلا موجوع عمره عشر حداشر سنة عم يعد عيادة موجوع من نص دهره أكيد مفروض يهتم لهالشيء ما اتركه للصبي وما اهتم بالشيء لأنه فيها تكون شيء بنسميه شورمن ديسيز أو الملدين شورمن شو هالملدين شورمن هيدا إذا بدك التهاب بنويه تبع النمو نمو تبع النمو تبع الفقرات أكيد الولد عمر عشر سنين ما حيضل طوله هالقدي بديتول نوك فيه نويه نمو بيلتهب هالنويون النمو إذا التهب هالنويون النمو عنده بيعطي أوجياب الظهر إذا انتبهت له عملت له صورة وعرفت شو بد إيه بيّن أنه عنده شورمن ديسيز هالملدين شورمن معنيتها مفروض أعالجه بعطيه العلاجات يلي مفروض أعطيهها وأهم شيء بقل له وقف السبور هلأ تكنت صحيت وبرقبة بشوف لأنه إذا ما انتبهن له وكفة هيكي بيقدر الفقرات ينتزعوا ومحل ما صار فيه التهاب ببطل فيه نمو وإذا ما فيه نمو بالفقرات بيصير فيه عوجاج يعني إذا عندي منطقة ما نميت ومنطقة من وراء نميت بيصير الفقرة ومن وراء عم تنمى ومن قدام عم تنمى يعني بيصير ظهره هيك الصابق أوكي بس بروبسور بتعمل تفوز يعني بتعمل إيه هي بحرديب وهون صابلة مش مفروض أصل لهذه المشكلة عطيت إجزامبل صغيرة عن وجع الظهر عند الولاد مثلا بس خليني استفسر شوي عن قصة الولاد لا ابن عشر سنين هل هو سوق تغذية ممكن نشاطة المدرسية تلعب هيدا الدور أبدا كيف بيلك عندك التهبات بالنمو بالنويوت طبع النمو إن كان بالركبة بالركبة في عنده ملديد بلونت بتصير كمان مرض بلونت بيصير ركبة من جوا النويوت طبع النمو بينتزع أو بيلتهب وبيقدر يلزق بالركبة ويعطي عوجيش بالركبة يصير عنده إجران أركيه لأنه نمي من برة العظمي نميت من برة ومن جوا ما نميت نميت شو بيصير بتنمى من برة ومن جوا ما بتنمى بتعمل عوجيش بسي عنده إجران أركيه وتعمله مشاكل بالمستقبل هيدا بتجي لوحدة ما فيه ولا سبب فيه ناس بقولوا إنه من الرياضة القوية من النط ومن البيعمل الرياضة قوية عبيقصة على ظهر ومعقول تكون هي عم تعمل هال انفلميشن هالالتهاب على معقول تكون هيك مش هيك أول شيء الأول يجب أن يقول له واقف الرياضة نعم ومعقول أحط له كرسي معين حتى ساعده وبواقف الرياضة وما تضغط ومنعطيه علاجات انتي افلماتوري بهالعمر فيه علاجات لألة حتى ما تتطور وما تزيد وإذا بدنا نصححها نصححها ببوزيشن منيحة تميلوا لقدام وينتزع نويوده 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 كروسانس عنده طيب الغير أمراض فيه شيء مش بس الولاد أو جاء الظهر عند كل الأشخاص إن كان بالظهر من فوق أو من تحت مفروض ديما ننتبه شو عمر الشخص شو المشكلة هل هي ميكروبة بالسنان وينما كان راح تقعدت بالديسك بتعمل التهيب بالديسك هون مش مثل الولاد نويوده طبعا الكروسانس هون بقلب الديسك صار الاتهاب بقوا عم يعمل شيء اسمه ديسايتس أو سبوندوليسايتس يعني التهيب بالديسك فيكم التهيب بكتيري بكتيريا يعني جاي من حياة المطقة من الجسم فيكون هلأ كانت أديما كتير مشهورة نسميه مالدوبوت يعني السل ميكروبة السل تيبركولوزز بتقعد بالديسك بتعمل هالالتهيبات بتاكل عضم بكترة وتعمل كيس بسموها هالتومير بتنزع العمود الفقري كانت درجة كانت شاعة أكتر من زمين هلأ مع الطعم مع الوحي اللي عنا قدر لبنين بمرحلة معينة يعمل يعني يمحي كل شيء اسمه سل بلبنين يعني مرض السل بطنة وجل لعب بحكي شيء تاريخي قديما بقى هلأ البكتيريا التهيبات الناشية عن بكتيريا بتعطي أوجاب الظهر هلأ إذا مش بكتيريا عند أشخاص حسب عماره إذا عندهم هالشاشة عزام بيجردوا يعملوا كسرات بظهرهم مش مبينة بيكون قاعد أو قاعد عشي قاسي فجأة هالتسمون اللي عمله هالقاعد فجأة بيريعمل كسر بظهرهم وما بيعرف أنه عمل كسر بيعمل وجع وليش دهري عم بيجعني وكيف ما نيم موجوعة ضهري إذا لم تعجم بقى أريحلي كل ما بكون قاعد وبدو قوم بحس وجع بظهري في شيء كمشني بظهري لأن في عندك هشاشة عزام واملت تسمع واملت تكسر بظهرك مفروض تعلج ومنعرف أنه هشاشة العزام بحد زيتها كتركك عزام ما بيعطي وجع الوجع موجود ويتكون فيه كسر إذا فيه كسر معني تأثير بالأستيوبروز السيفير جراف يعني استر عندك التركك العزام الخطير السيفير ما أنه شيء أنه سهل هيك مفروض يتعلج ما بتقدر ما تتعطي علاج حتى تقوي عظم الفقرات الظهر مش بس تقوي وتعطي علاج تشفي الشخص من هشاشة العزام كنا ديما نعطي علاجات لها شاشة العزام بتقول له جمدنا هشاشة العزام ما تشتح تتطور عندك خلاص طمين بيلك لا مش هيك هلأ صار فيه علاجات نقدر نستعملها نقدر نحسن الدنسيتومتري تبع الظهر يعني لأوة العظم ونقدر نشفيه من شيء اسمه هشاشة العزام للشخص وهيدا التطور لعنا شيء جديد إنه ما تقوله للشخص بدي أعطيك علاج تجمد لك تركوك العزام بدي أشفيك من تركوك العزام تالت شغلة أكيد دي ديسكات ديسك إن كان بالظهر درسال أو كان أوطى تحت بالمنطقة القطنية يعني اللومبير المنطقة القطنية بتاعتي واجع بالظهر وبينزل على الإجر لأن بتلحق العصب توبوغرافية طبعا العصب يلي هو مكبوس بين التالت والرابعة بتاعتي واجع من الدام الرابعة والخامسة والخامسة والعصوص بتاعتي أوجاع يا الجنب يا من وراء حسب أي فقرة أي عصب يلي مضروب بس أوجاع الديسك شائعة بروفيسور شائعة كتير يعني بصوفوا في أعمار صغيرة حتى شباب صبايا نساء رجال مصبوط شو ما كانت أوضاعهم اللي بيشتغلوا اللي بيشتغلوا اللي بيحملوا أوزان اللي بيحملوا أوزان مصبوط لا لأنه أول شي عاب يعملوا رياضة كانوا بكترة ومتل ما قلت لك برج عبعيدة أشخاص ما بحياته كانوا يعملوا رياضة ووصلوا لعمر 40 سنة وعي وقال هل لأ فجأة تبدأ عشرين رياضة ما عنده طراوة ما قبل عمود فكرة بيقدر تطلع ديسك هاشغلي بس بفتح بين هلين هالجملة بدلني أولى من إن كان من الكوفيد ناينتين أو من الفاكسين ولا عمشوف الأمور عم تتطور أكتر وأكتر عمشي اسمه نيفرايتس نيورايتس نيفريت التهاب العصب التهاب على النساء أو التهاب العصب بالإيد أو أين ما كان هل النورايتس هل التهاب العصب البريفريك عم تصير أكتر وأكتر ناتش إن كان على الفيروس أو كان عم نها الطعوم وعم نتأكد مننا أكتر وأكتر بهالفترة لأشخاص عم بيصير لهم هل أوجيع أوجيع النساء أو أوجيع عم تدروا من رأبتهم عقيدهم بتعمل لهم صور ما في بالأمرأي بالصورة المغنصية ما في أي مشكلة في بس التهاب العصب ما عنده سكرة ما عنده شيء يبين يعمل هل التهاب العصب بس في هالوجع عم نتأكد إنه أكتر وأكتر إنه ناتش إن كان على الفكسين اللقاح تبع الكوفيد أو إصابة الكوفيد لحد زيتها فمشين هيك هاي دي كمان مفتحبين هلين هلأ بخصوص الديسك بنص الظهر بيعطي وجع بالظهر أكيد مزعيش بيعطي أوجيع بتلف على اليمين وعلى الشمال على الصدر من وراء وبتقدر تضرب لقدام ومزعج كتير بس برجع بقول حتى لو عنا مشكلة بالظهر هيك ما نكتفي بس بصورة مغناطية للظهر منقول أف ليك عندك ديسك صغير كي بيصعوني على النخاع الشوكي مؤثر هيك لأ مفروض مثل ما بقول بدلني أرجعين دعم الفخصات كاملة تخطيط للقلب خاصة للأشخاص المعرضين كون عندهم دبحة قلبية أو مشكلة بالأورد أو شو ما كان نتأكد ما لدينا مشكلة لا فسكولار لا مشكلة شريين ولا مشكلة قلب عم بتأثر على الشي لأ فيها طاعت كمين زيت الأوجاع بنص الظهر بين الكتفين طاعتها الأوجاع ومش نقول أنه يه نبين لأن عندك ديسك صغير هو اللي كيبس هذا المؤثر عليك طيب بروفيسور نحن نتهى وقتنا بس قلتلي دايما بتحبط طلبانا لنعطي بقاية حتى نجنب بحالنا نوصل للعلاج بس العلاج متوفر بشروط معينة مضبوط الوقاية كيف بتكون الوقاية أنه أول أهم شيء ما نحمر شيء ما نقصه ما نعرض ظهرنا للضغط واللحن بكتير وههم شيء أنه فيه كمين التكلسات بتاعتها الأوجاع معناته مفروض قد ما فينا نسبح سباحة كتير بالطريق المفاصل ونعمل بطريقة أنه حتى بأكلنا ما يكون أكلنا فيه بقلبه كتير أسيد خليكون باز الكلان يعني من اللحم الحمرة والأشي فيه أسيد أكتر المشي منيح كتير منيح أحسن رياضة مشي وسباحة نعم شكرا لك بروفيسور خليك بصحتك مرسي دايما نكسبك معنا بيوم جديد بدكر حضرتك اختصاصي جراحة عظم ومفاصل وعمود فيقري بروفيسور بير لجميل أهلا وسهلا في بيوم جديد مشاهدين اللي هون بينتهي اللقاء أنا شكرا للكم مشاهدين بتمين ونصلا هلأ تابعتونا واتفعلتوا معنا أكان على الهواء وعلى السوشيل ميديا شكرا لفريق عمل البرنامج المخرج جان دبس بروديوسر ساندرا هنسيت صوت حسين ميك أب أرتس سيمون باخوس وكل الشباب والصبايا اللي يمكن ما بقدر إذكر أسماء شريف دي بلاتو اللي يعون كمان ألف تحية لإلك وبالدحية زميلتي مايسحاب ومني ألا إليحا وشان بعطيكم موعد بكرة بصبحية يوم جديد لنهار الأحد من هلأ لوقت تضلوا بألف خير وكل عيد بشارة وانتوا بألف خير ومتن ما قالت لكم مايس صباح إن شاء الله يا رب كل واحد يكون الناطر اللي بشارة اللي هو بتعنيله شخصيا تتحقق وتوصل واللي بشارة اللي بتجمعنا كلنا سوا يا بروفيسور وهي خلاص لبنان وقيامته بعد مراحل الألام يمان تتحقق بشفاعة الربي السعر المسيح تضلوا بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة